قامت وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية بتنفيذ خطة أمنية في جميع ربوع المملكة من أجل حفظ الأمن والنظام العام والاتصدي لأعمال الشغب والتخريب والتي وصلت لحد الإرهاب داخل بعض المناطق والقرى قوة الأمن قد نجحت بفضل هذه الإجراءات من أفشال العديد من الأعمال التخريبية والإرهابية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل ما يستهدف تعطيل مصالح الناس أو تهديد أرواح المواطنين والمقيمين أو الاعتداء على ممتلكاتهم بسم الله الرحمن الرحيم في إطار حرص وزارة الداخلية على إطلاع الرأي العام الداخلي والخارجي على الوقاع والأحداث التي مرت بها خلال الأيام الماضية ورغبة في التواصل الإيجابي مع المجتمع لإطلاعهم على الوضع العام قامت وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية بتنفيذ خطة انتشار وتواجد أمني مكثف في جميع ربوع المملكة من أجل حفظ الأمن والنظام العام وتأمين الممتلكات والمرافق العامة والخاصة وذلك بعد أن تم رصد ومتابعة بعض الدعوات المختلفة للقيام بأعمال شغب وتخريب وحرق من قبل بعض الخارجين عن القانون وذلك خلال ذكرى الاحتفال بميثاق العمل الوطني وقد ساهمت تلك الإجراءات الأمنية بسير الحياة بصورة طبيعية في مختلف ربوع المملكة وقد تمكنت وزارة الداخلية بفضل التواجد والتوزيع الأمني المدروس وانتشار نقاط التفتيش والدوريات الثابتة والمتحركة للتصدي لأعمال الشغب والتخريب والتي وصلت لحد الإرهاب داخل بعض المناطق والقرى والتي استهدفت ترويع الآمنين من المواطنين والمقيمين حيث قامت قوات الأمن بالتصدي لها والتعامل معها وفقا للسلطات القانونية الممنوحة لها من أجل منع ارتكاب الجرائم ومكافحتها وضبط مرتكبيها هذا التجمع تجمع غير قانوني غير مشروع حفاظ على سلامتكم وسلامة مرتدي الطريق الرجال تفرق بينكم نساء وبينكم أطفال عندكم ثلاث دقائق إذا ما راح تتفرقون راح نفرقكم لقوة القانون وقد أسفرت تلك الأعمال الإرهابية عن استشهاد الشرطي عبد الوحيد سيد محمد والذي يبلغ من العمر تسعة وعشرين عاما في وقت مبكر من صباح يوم السبت متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء التفجير الإرهابي الآثم الذي وقع أمس الجمعة بقرية الدير بينما كان على الواجب في تأمين الشوارع كما أصيب خمسة من رجال الشرطة إثنان منهم إصابتهما بليغة وتم حرق سيارتين مدنيتين واستهداف حافلة لنقل طلبة المدارس بزجاجات المولوتوف الحارقة وهو الأمر الذي يكشف بوضوح خطورة تلك الأعمال الإرهابية وقد نجحت قوات الأمن بفضل الإجراءات المتخذة والجهود المبذولة خلال الأيام الماضية في إفشال العديد من الأعمال التخريبية والإرهابية حيث استطاعت قوات الشرطة من تفكيك أربع عبوات متفجرة في مناطق مختلفة كما تم القبض على خمسة وخمسين من المتورطين في تلك الأعمال التي وقعت على مدى يومي الخميس والجمعة الماضيين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة وإذ تتقدم وزارة الداخلية بخالص العزاء لأسرة الشرطي الشهيد فإنها تؤكد على استمرار الإجراءات المتخذة وعملية الانتشار الأمني التي يتم تنفيذها حاليا وتشارك فيها جميع قطاعات الوزارة من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الجميع وفي الختام تشدد وزارة الداخلية على اتخاذها كافة الإجراءات الأمنية اللازمة من أجل حفظ الأمن وفرض تطبيق القانون على جميع المخالفين وإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل ما من شأنه مخالفة ذلك أو تعطيل مصالح الناس أو تهديد أرواح المواطنين والمقيمين أو الاعتداء على ممتلكاتهم شيعة جموع جموح غفيرة من المواطنين والمقيمين يتقدمهم علي فريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية وعدد من كبار الضباط والمسؤولين في المملكة ورجال الدين شهيد الواجب رجل الشرطة عبدالوحيد سيد محمد الشهيد انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم متأثرا بجراح أصيب بها في تفجير إرهابي وقع مساء أمس الجمعة بمنطقة الدير أثناء أدائه الواجب وأعرب المشيعون عن اعتزازهم وفخرهم بالشهيد الذي جسد التضحية والبطولة في سبيل أداء الواجب وتصديه لعناصر الإرهاب والإجرام دعين المولى عز وجل أن يتغمد روحه بواسع رحمته وينزله منزلة الصديقين والأبرار وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأعرب المشيعون عن تقديرهم لرجال الأمن وجهودهم في تحقيق الأمن والأمان لجميع الأهالي والمواطنين في جميع محافظات المملكة وقالوا إن استهداف رجال الشرطة عمل يخالف الشرع والدين والأعراف والأخلاق والقيم دعين الله القدير أن يحفظ رجال الشرطة ساهلين على حفظ أمن البلاد مؤكدين أن الإرهابيين الذين يستهدفون رجال الشرطة ويروعون الأمنين ويستهدفون الممتلكات العامة والخاصة يجب أن ينالوا جزائهم وأنهم على ثقة بقدرة رجال الداخلية على ضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاء عملهم الإرهابي الجبال